أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن بلاده ستضمن أمن مناطقها الحدودية التي تعرضت للقصف المتكرر من القوات الأوكرانية بوتين وخلال كلمة له في اجتماع مع نشطاء في الكريم لنعتبر أن روسيا لديها خططها الخاصة لكيفية الرد لكنها لن تهاجم المدنيين والبنى التحتية في أوكرانيا المهمة الأساسية هي ضمان الأمن هناك طرق مختلفة للقيام بذلك لقد تحدثت بفعل ولا أريد الخوض في التفاصيل هنا ولكننا سنواصل العمل على ذلك يمكننا الرد بنفس الشيء ضرب البنية التحتية المدنية وجميع الأهداف المماثلة التي يضربها العدو ولكن لدينا خططنا الخاصة والتي سوف نتبعها